بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد وآله الطاهرين السلام عليكم أحبة المشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته وعلم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الأليم الجلل أجبنا في الحلقة الماضية عن السؤال الذي يقول لماذا أخرج الإمام الحسين وناقشنا من باب أن الإمام معصوم هذه الحلقة سنناقش أيضا من باب أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هو قائد عسكري محنك فهذه القضية قضية تحليلية أحبتي أنا أحلل يعني أنا أجيب من باب التحليل من خلال مجريات الأمور وإلا أنا لا أدخل في عمق تفكير الإمام أقول لعل السبب الأول الذي دعا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه قائد بجلب النساء هو الحفاظ عليهم لأجل الحفاظ عليهم لأنه لو كان قد أبقى النساء في المدينة يمكن لهذه السلطة الجائرة الحاقدة المجرمة الظالمة أن تأتي وتعتقل النساء لأن ليس لهم إل ولا ذم هؤلاء أحبتي فليتخذون من النساء ورقة ضد الإمام الحسين إما أن تقتل النساء أو أنه يسلم مثلا نفسه لهؤلاء لذلك إحنا لو نرجع إلى التاريخ أحبتي يعني من باب الشاهد على هذا الأمر أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حينما هاجر النبي الأكرم ووضعه في فراشه أنامه في فراشه وخرج وقال له إذا وصلك كتابي وصلت إلى قبى وجاءك كتابي احمل ضعينة الفواطم الإمام أمير المؤمنين طبعا لا بد هذه الأمانة المهمة العرض مهمة أحبتي فالنبي قال لعلي احمل ضعينة الفواطم وتعال هاجر إلى المدينة وأنا أنتظرق في قبى بقي النبي الأكرم صلى الله عليه وعليه 23 يوم في قبى 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 عن المدينة المنورة 6 كيلومترات تقريبا فارسخوا شوية وأسس ذلك المسجد الذي أسس المسجد على التقوى الذي كان النبي يصلي فيه 23 أنا موجود مسجد قبى الحجاج والمعتبرون يذهبون إليه من أتى مسجد قبى وصلى في ركعتين خرج بعمرة أي رواية لي ذلك شوف الحجاج والمعتبرون يذهبون إلى مسجد قبى فوصل كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله الأمير المؤمنين فحمل ضعينة الفواطم ماذا قال وقف في وسط قريش قال يا قريش لا تقول جبن بن أبي طالب وخرج خلسه هذه ضعينة محمد صلى الله عليه وآله وأنا أخرج بها من أراد أن أفري لحمه بدمه فليتبعني قريش شافت هذه الضعينة مهمة ويمكن أن يتخذ منها ورقة ضد النبي صلى الله عليه وآله ورقة رابحة ما يضعين لمنها هنا في تلك الضعينة فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت الحمزة بن عبد المطلب وفاطمة الزهراء صلى الله وسلامه عليهم أجمعين خرج خلفه الإمام شافوا مجعين ماذا تريدون قالوا ارجع بنا ارجع بالضعينة قال لا حتى يرجع معكم أكثر شعرا تقدم أحدهم تناوله الإمام بضربة قده نصفين ثم توسل به أبو جيل قال يا ابن الأخ إذا قطع المرء أصابح وجد الألمة في مفاصله ارجع بالضعينة ولك علينا أن نعود بك حيا إلى مك قال لا وإن أحببت أن ألحقك بصاحبك فتقدم رجع هؤلاء خاسئين ومضى أمير المؤمنين فالغرض أن هؤلاء أرادوا أن يعتقلوا النساء وأنظروا إلى بني أمي هذا المنهج الخسيس ماذا صنعوا في واقعة الحرة حينما هجموا على المدينة هجموا على النساء هتكوا الأعراض فهؤلاء ليس لهم إل ولا ذم لذلك الإمام أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه خاف على النساء لأجل الحفاظ عليهم خرج بهن من المدينة وإلا المقاتل حينما النبي كان يقاتل والنساء في المدينة محفوظات الأطفال في المدينة لا يخرج بهن وهنا الإمام الحسين خرج بتلك الضعينة الغالية العزيزة بزينب وأخوات زينب وقرابة 82 طفل كان مع الإمام الحسين سلام الله عليه إذن هذا السبب الأول للحديث البقية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة